السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم علمنا من الحلقة السابقة أن جميع الأجسام من حولنا تصدر إشعاعا كهرمانسيا نطلق عليه اسم الإشعاع الحراري لأنه يصدر عن الجسم بسبب درجة حرارته حتى قطعة الثلج لها إشعاع حراري بالرغم من أنها عند درجة حرارة صفر على المقياس المئوي لكن على المقياس المطلق فإن قطعة الثلج هذه تمتلك حرارة تقدر بمقدار 273 كيلفن أي أن قطعة الثلج تمتلك طاقة ويصدر عنها إشعاع لكن نحن لا نرى إشعاع هذه الأجسام بشكل تلقائي لأننا نرى فقط مدى محدد من الطيف الكهرمانسي الواسع والذي نسميه الطيف المري وتبين أن الضوء المنبعث من تلك الأجسام عند درجة حرارة الغرفة يقع في منطقة الأشعة تحت الحمراء ولهذا تم تطوير كاميرات خاصة تعرف بكاميرات الرعية الليلية والتي لها قدرة على رصد الأشعة تحت الحمراء فتظهر الأجسام من خلال طيفها الحراري ماذا لو قمنا بتسخين قطعة معدنية؟ سنراحظ أنه كلما ازداد الدرجة الحرارة أصبح الإشعاع المنبعث منه مرئيا ويظهر لنا باللون الأحمر ومع استمرار التسخين يصبح باللون البرتقالي ثم الأصفر ثم الأبيض وإذا استمر رفع درجة الحرارة أكثر سيتوهج باللون الأزرع وهي إشارة إلى أن الجسم أصبح يصدر أمواجا فوقب نفسجية ولهذا السبب يجب على من يعمل في لحام المعادن من ارتداء نظارات واقية للعين لتجنب التعرض للأشعة فوق البنسجية لأنها أشعة تصيب شبكية العين بضرر ومع تطوير أجهز التحليل الطيفي والتي تعرف باسم السبيكتروميتر بالإنجليزية تمكن العلماء من تحليل الضوء المنبعث من هذه الأجسام عند درجات حرارة مختلفة ليحصلوا على منحنيات وضعتهم في حيرة ليتبين فيما بعد أن هذا الإشعاع يمتلك الكثير من المفاهيم الأساسية في الفيزياء ويكون تفسير هذا الإشعاع هو المدخل إلى علم ميكانيكا الكام في هذه الحلقة سوف نوضح النتائج العملية التي حصل عليها العلماء من تحليل طيف إشعاع الجسم الأسود لنمهد للحنقة القادمة لدراسة النظريات التي حاولت تفسير ظاهرة إشعاع الجسم الأسود تخيل أننا في أواخر القرن التاسع عشر ونرغب في تصميم تجربة لدراسة إشعاع الجسم الأسود والمقصود هنا هو أن ندرس علاقة شدة بالطيف المنبعث من الجسم عند مختلف الأطوال الموجية بحيث نعرف كم من الأشعة يصدر من الجسم عند كل طول موجي وهذا هو علم واسع يعرف بعلم التحليل الطيفي أو الاسبيكتروسكوي إذن نحن نريد أن ندرس توزيع شدة الأشعة كذل في الطول الموجي عند درجات حرارة مختلفة ولتوضيح الأمر لنفترض أنك معلم وتريد أن تقيم نتائج الامتحان لطلابك من خلال معرفة التوزيع الإحصائي لعدد الطلبة حسب فئة الدرجات أي تريد معرفة كم طالب حصل على درجة في المدى من 90 إلى 100 وكم طالب حصل على درجة في المدى من 80 إلى 89 وهكذا ومثال آخر لو أنك تقوم بدراسة لتوزيع السرعات لمجموعة من الجزيات عند درجة حرارة معينة لتعرف كم عدد الجزيات التي تمتلك السرعة في نطاق معين إننا في إشعاع الجسم الأسود نريد أن ندرس توزيع شدة الإشعاع المنبعث من الجسم بالنسبة للطول الموجي وكيف يتغير هذا التوزيع مدرجة الحرارة بهذا نكون قد حددنا الهدف من التجربة وأصبحنا نعرف ماذا نريد ولنبدأ الآن في التخطيط للتجربة التي سوف تحقق لنا هذا الهدف نخوم بإحضار جسم معدني ونثبت درجة حرارته عند درجة حرارة معينة باستخدام سخان كهربي مثلا لكن تمهى العزيزي المشاهد هنا مشكلة كبيرة كيف نكى أن تدرس الأشعة المنبعثة من الجسم وهناك جزء لا بأس به من أشعة الضوء الصاقط على الجسم سوف تنعكس عنه وتختلط مع الإشعاع الحراري الذاتي كيف لنا أن نفصل الإشعاع المنعكس عن الإشعاع الحراري هذا ليس ممكن من الناحية العملية لذا نحتاج إلى تصميم جسم خاص ينطص كل الإشعاع الصاقط عليه بحيث يكون الإشعاع الوحيد المنبعث من سطحه والإشعاع الحراري إذا نجحنا في هذا الأمر وأصبح لدينا جسم يستطيع انطصاص كل الإشعاع الصاقط عليه بنسبة 100% عندها نقول إنه جسم مثالي لأنه ينطص الإشعاع بنسبة 100% وفي المقابل سيكون هذا الجسم مشع مثالي أيضا لأن كل الإشعاع الصادر عنه هو إشعاع حراري بنسبة 100% وهذا الإشعاع هو إشعاع الجسم الأسود الذي نبحث عنه وسمي بالجسم الأسود لأن أي جسم يمتص كل الضوء الصاقط عليه لا بد وأن يبدو لنا أسود اللون بعد محاولات عديدة توصل العلماء إلى تصميم تجويف بجدران معدنية سوداء اللون يحتوي هذا التجويف على ثقب صغير جدا بحيث أن أي شعاع يسقط على الثقب سوف يستمر في الانعكاس على جدران السطح الداخل للتجويف إلى أن يتم انطصاصه بالكامل وترتفع درجة حرارة الجدران إلى أن تثبت عند درجة حرارة الاتزال وأي إشعاع يصدر عن جدران التجويف ليس له منفذ إلا من خلال هذا الثقب وبالتالي يعتبر هذا الثقب نموذج جيد للجسم الأسود المثالي ولتقريب الأمر لك عزيزي المشاهد جرب النظر في ضوء النهار نحو فتحة علبة مشروب غازي ستراها معتمة بالرغم من أن جدران العلبة الداخلية عاكسة للضوء إلا أن احتمالية خروج الضوء من الفتحة قبل امتصاصه على جدران العلبة الداخلية يكاد يكون صفرا ولهذا يمكن اعتبار فتحة العلبة وليس العلبة نفسها جسم أسود مثالي كما يمكنك إحداث ثقب صغير في صندوق سواء من الورق أو الخشب أو معدن مطلي جدرانه الداخلية بلون أسود سيكون هذا الثقب معتما حتى في ضوء الشمس وهذا الثقب هو جسم أسود وأي إشعاع يخرج من الثقب هو إشعاع حراري وباستخدام أجهزة المطياف والتي تعرق بالسبيكتروميتر باللغة الإنجليزية لتحليل الإشعاع الصادر من الثقب نكون قد تمكننا من تصميم التجربة التي تسهل لنا دراسة خصائص إشعاع الجسم الأسود أي دراسة الطيف المنبعث عن الجسم بسبب درجة حراراته فقط نعود الآن إلى التجويف فإذا قمنا بتسخين هذا التجويف إلى درجة حرارة معينة وأبقينا درجة الحرارة الثابتة خلال أخذ القياسات فإن الجدران الداخلية يصدر عنها إشعاعا كهرمانسيا أو إشعاع حراري يملأ التجويف وينعكس مرارا متكرارا على جدران التجويف الداخلية ولكن نسبة صغيرة من هذا الإشعاع سوف تعبر من خلال الثقب إلى الخارج هذا الجزء الصغير من الإشعاع الخارج من التجويف يعطينا تصور كافي عن طبيعة طيف إشعاع الجسم الأسود هذه هي التقنية الذكية التي استخدمها العلماء لإنشاء ترتيب يمكن أن يكون قريبا من الجسم الأسود المثالي بدراسة طيف الإشعاع الخارج من الجسم الأسود عند درجة حرارة 3000 كيلفين وهي نفس درجة حرارة فتيلة التنجستن لمصباح إناراء سنحصل على شيء مثير جدا للإهتمام شيء يبدو كالتالي لدينا رسم بياني حيث يمثل المحور الأفقي الطول الموجين للإشعاع المنبعث من الثقب الأسود ويمثل المحور الرأسي ما يعرف بكثافة الطاقة الطيفية والتي تعني مقدار الطاقة لكل وحدة زمن لكل وحدة مساحة تصدر من تجويف الجسم الأسود للنطاق معين من الأطوال الموجية وهذا يمثل توزيع شدة إشعاع الجسم الأسود على الأطوال الموجية عند درجة حرارة محددة أي ما هو نصيب كل طول موجي من إجمال الإشعاع المنبعث من الجسم الأسود وكما هو مبين من المنحنة إن جزء من الإشعاع في النطاق المرئي وهذا الذي يعطي الإضاءة ولكن جزء كبير جدا من الإشعاع في منطقة طيف الأشعاع تحت الحمراء وهو جزء مفقود ولا يساهم في الإضاءة بل يعطي حرارة للمكان ولذلك هذا النوع من المصابيح مبدل للطاقة وتم استبداله بمصابيح اللد نأتي الآن لاستعراض الملاحظات التجربية لها أول ملاحظة هي أن الإشعاع يحتوي على توزيع متصل لطاقة الإشعاع عند كل طول موجي وهذه الطاقة تعتمد فقط على درجة الحرارة بدون أن يكون لنوع أو حجم أو شكل الجسم أي تأثير فقط درجة الحرارة وهذه هي الملاحظة الأولى أما الملاحظة الثانية فهي تتعلق بطبيعة الرسم البياني نفسه نجد أن كثافة الطاقة لكل وحدة زمن أو القدرة التي يشعها الجسم الأسود لكل طول موجي تكون صغيرة جدا عند الأطوال الموجية الطويلة تصل إلى الصفر عند المال نهاية لكنها تزداد تدريجيا مع نفصان الطول الموجي لتصل إلى قيمة عظمى عند طول موجي محدد نسميه لمدة ماكسيمم ثم تنخفض بسرعة مع نفصان الطول الموجي هذا السلوك الذي يبدو بسيطا إلا أن تفسيره كان صعبا ومحيرا وسنرى ذلك لاحقا لننتقل الآن إلى الملاحظة الثالثة وهي متعلقة بإجمال القدرة المشعة من الجسم الأسود على كافة الأطوال الموجية عند درجة حرارة معينة والتي تساوي المساحة تحت المنحنة لقد وجد بشكل تجريبي في عام 1879 بواسطة العالم ستيفن وتم استنتاجها نظريا في عام 1884 بواسطة العالم بولتزمن وعرف هذا القانون بقانون ستيفن بولتزمن إن هذا المقدار الإجمالي من القدرة التي يشعها الجسم الأسود عند درجة حرارة معينة يتناسب بشكل مباشر مع القوة الرابعة على درجة الحرارة وقد وضحنا هذه العلاقة في الحلقة السابقة الملاحظة الرابعة وهي أن مع زيادة درجة الحرارة نلاحظ إن حياز قمة الطيف إلى اليسار أي أن القمة تتحرك أو تنزاح ناحية الأطوال الموجية الأقل وهذه الملاحظة تم وصفها من خلال قانون إزاحك فاين الذي يخبرنا بنتيجة مهمة وهو أن القيمة العظمى المرتبطة بطيف الجسم الأسود يتناسب طولها الموجي تناسباً عكسياً مع درجة الحرارة من خلال العلاقة الموضحة أمامنا على الإنترنت يوجد محاكاة لهذه المرحنيات يمكنك من خلالها تحديد درجة الحرارة ورصد التغيرات التي تحدث للطيف المنبعي وكيف تزداد المساحة تحت المرحنة وكذلك إن زيادة قمة الإشعاع الأظمة من منطقة الأشعة تحت الحمراء إلى الأشعة المرئية وحتى الأشعة فوق قلبة نفسجية ومع دراسة تأثير درجة الحرارة لمجموعة من الأجسام مثل الكرة الأرضية أو المصباح الكهربائي أو الشمس لنأخذ الشمس مثلاً لاحظ عند درجة حرارة الشمس تكون أكبر قيمة للإشعاع عند طول الموج الأخضر أي أن طيف أشعة الشمس المنبعثة تحتوي على نسبة كبيرة من الضوء الأخضر ولكن هذه القمة تحتوي أيضاً على كافة الأطوال الموجية المرئية من الأحمر إلى الأزرق وهي مجتمعة تعطي اللون الأبيض للشمس سأضع رابط هذه المحاكاة في صندوق الوصف لنهود إلى الملاحظة الرابعة من قانون إزاحة فاين نستطيع أن نحسب الطول الموجي للإشعاع الصادر بمجرد معرفة درجة حرارة الجسد فمثلاً نعلم أن درجة حرارة جسم الإنسان هي 37 درجة مئوية وبتحويل درجة حرارة الإنسان إلى المقياس كيلفين أي أن 37 زائد 273 نحصل على 310 كيلفين وبالتعويض في قانون إزاحة فاين سنجد أن القيمة الأظمى للطيف المنبعث من جسم الإنسان تساوي 9.4 ميكرو متر وهذا يعني أن الطيف المنبعث منا يقع في طيف الأشعاع تحت الحمراء لهذه الملاحظات تطبيقات مهمة فمثلاً بعد تخدير درجة حرارة الشمس يمكنك استقدام قانون ستيبن بولتيزمن لحساب إجمال الطاقة التي تطلقها الشمس ثم حساب مقدار الطاقة التي تستقبلها الأرض ثم إذا قمت ببناء لوح شمسي يمكن حساب مقدار الكهرباء التي سنحصل عليها من طاقة أشعة الشمس ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد بل يمتد إلى دراسة الخلفية الكونية للأشعة المايكروية والتي هي بقايا الانفجار العظيم اتضح أنها تتطابق تماماً مع منحنة إشعاع جسم الأسود مع ذروتها الموجية في منطقة أمواج المايكرويب وباستخدام قانون إزاحة وين تم حساب درجة الحرارة المسؤولة عن هذا الإشعاع الكوني واتضح أنها منخفضة بشكل مذهل لذا فإن إشعاع الجسم الأسود ليس مجرد مفهوم نظري بل هو مفتاح لفك أعماق أسرار الكون إنه يخبرنا أن كل شيء يتواهج ويساعدنا في تحديد درجة حرارة المجوم والتوزيع الحراري لجوالك أو لجهاز الحاسوب أو موتور السيارة أو لجسم الإنسان ولخد استخدمت كواشف حرارية لتمييز الأشخاص المصابين بالكورونا مثلا هذه بعض الملاحظات التجربية حول طيف الجسم الأسود لدينا قانون ستيفن ولدينا قانون إزاحة فاين وبالطبع لدينا هذا المنحنى الذي يبدو رسوميا كما هو موضح الآن إذا كان لدينا ظاهرة فإن الغرض من الفيزياء هو تقديم تفسير وضح لماذا الأمور كما هي عليه لذا عندما ندرس الإشعاع الحراري الذي ينبحث من الأجسام نريد أن نوضح لماذا هو على ما هو عليه من الناحية الكلاسيكية ليس من الصعب تفسير لماذا تشعر الأجسام هذا لأن الأجسام تحتوي على حرارة داخلها والحرارة تعني أن الذرات والجزيئات لديها نوعا من الحركة الاتزازية وعليه تشعر إشعاعا كهروماناتسيا ولكن ماذا عن الطبيعة الخاصة لهذا المنحنى لماذا هناك توزيع إحصائي للإشعاع لماذا لا يكون لكل طول موجي نفس القيمة من الإشعاع لماذا يأخذ هذا الشكل الإحصائي الذي حصلنا عليه من التجارب العملية هل يمكننا تفسير ذلك؟ من هنا تبدأ الرحلة المثيرة حاول العديد من العلماء تفسير الطبيعة الخاصة للرسم البياني ولكن تفسيراتهم جميعا لم تكن مكتملة فسرت جزء من الطيف لكن لم تفسر كامل الطيف بل إنها أوصلتهم لكارثة تعرى بكارثة الأشعة فوق البنفسجية واستمرت الحيرة لسنوات كثيرة حتى قدم ماكس بلانك حلا وتندم عليه هذا الحل أثبت أن الفيزياء على أبواب حقبة جديدة وعلم مواسع نعرفه الآن بإسم فيزياء الكامل في الحلقة القادمة سوف نشرح كل ذلك وأكثر شكرا جزيلا لمتابعتكم فأنتم مصدر تشجيع للاستمرار بارك الله فيكم وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته